أمك في المرتبة الأولى وأمك في المرتبة الثانية وأمك في المرتبة الثالثة وبوك في المرتبة الرابعة ثم الناس يجون بعدها لما اختلت التوازن اختلت السعادة في الحياة اختلت السعادة في الحياة شاب سعودي في مدينة الرياض أصيب والده بجلطات متتالية ففقد كل الحواس ثم نقل بعد علاج طويل إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية التي على طريق القصيم فقالوا لهم هذا الإقامة سيكون هنا مدى العمر ما جلس ما دامت الروح فيه يقول عندنا لن يموت وروحه أيها الأبناء أحد وأبنائه قال اترك ابوي عندكم ابوي ما مات لا زال حين قالوا لكنه لا يشعر بالناس ونحن نقلبه على السرير حتى لا يأكل السرير ظهره حتى يتوقف نفسه ونغطيه ونعطيكم أيها تقبرونه وتصلون عليه كان ابوي هذا نهاية صحبته ونهاية رفقته والله أني لا رافق ابوي اللي نموتنا ولا يموته فجلس مع أبي كان طالب في جامعة الملك سعود في المستوى الثاني فقدم اعتذار وكان له راتب بسيط ينزل فاكتفى به ورافق والده أربعة عشر سنة يقلب والده على السرير وبوه ما يدري عنه يقول أخدم ابوي وطعم ابوي أطعمه بالليل حليب في اللي مع أنفه وأقلبه على السرير وهو ما يشعر إنما أعالجه بقلبي كلما حسيت نوده أنه ينقلب قلبته وكلما تقلبته قعدت عند رجليها همزه أربعة عشر سنة وقيل اثنى عشر سنة حتى خرجت روح الأبي فحمله إلى مقبرة النسيم ورحل والده كان يبكي مع أنه لزم والده وصحبه شبابه دخل شاب عمره عشرين وطلعوا عمره أربعة وثلاثين سنة نعم أيها الأحباب هذا وهو صحبه وهو لا يشعر به كيف ونحن هم يشعرون فينا ولذلك أحبابي صحبة الأبوين عبادة ومن شروط العبادة الإخلاص وإياك أن تصحبهما حتى يثنى عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر